أعطي أو أعطي أعطي أو أعطي أعطي أو أعطي أعطي أو أعطي السلام عليكم وأعلى وسلام بكم في اللغة الإنجليزية هناك كلمات كثيرة جدا مركبة ونستخدمها دائما في المحادثات اليومية وعشان تتكلم صح لازم أن تعرف معناهم بالضكة عشان أن نستخدمهم ونضغط فيهم أنا جيمي و أنا نادا مرحباً ونبدأ ونبدأ أم نادا الدرس ولو أنت كديم بقول لك ألا وسهلاً اشتركوا فعل الجراز عشان يوصل لك كل جديد معنا فترة أشكرك جداً على كل الكومنتات واللايكات الجميلة اللي مساعدنا لو سمحت اعمل لايك الوقتي عشان نشجعنا عشان نستمر ونأمل لك بيديوهات أفضل وعشان ما عودش أتكلم كثير وليك وحاجة عليك لن نترك بيضا. نريد أن تتعرف أن الكلمات المركبة في اللغة الإنجليزية مهمة جدا ونحن نتعلمها ككلمة واحدة، ونفع أليك كلمة بكلمة يتبع بعضاً عن كلمتين، لكن نحن نتعلمهم ككلمة واحدة لذلك نريد أن تتعرف أوضع أن لا ينفع أليك كلمة واحدة، لن يجب أن تستخدمها على بعض فهو أليك كما يتعلم فهو أليك كلمة واحدة تعال كنشوف اول واحدة اللي هي معانا ايه buy and large buy and large buy and large عشان تقولها بسرعة buy and large ماينفعش تقول buy لوحدة وماينفعش تستخدم large لوحدة فبعنا تعرف يعني ايه buy و large معاناها كبير لكن ما نحطوه مع بعض لهم معنى مختلف جدا والله أنا بسميه في اللغة العربية عمتا ده المعنى بتاعها هديك مثال كده buy and large the price of meat has gone up since covid buy and large the price of meat has gone up since covid which means عمتا السعر بتاع اللحمة زاد بعد زفت الكورونا ده buy and large ولو انت شوت في المسال كده احنا بستخدم buy and large في بداية لأيه الكلام buy and large the price of meat has gone up gone up يعني غلى بعد ايه بعد الكوفيد ده اول حاجة عمتا عن ايه buy and large تعالوا كده نشوف الثانية و اللي هي more or less من سمعك more or less معاني شوية كده more or less طبعا تعرف يعني مور كتير لأس معانيها أليل صح؟ لما حطوهم مع بعض لهم معاني مختلف جدا اسمع مثلا كده هو كده i go shopping twice a month more or less i go shopping twice a month more or less معانيها باللغة العربية انا بسوى مرتين في الأسبوع يعني ممكن تقول كده مرتين في الأسبوع فكلمة more or less معاني ايه تقريبا او معظم الاوات يعني ده معانيها تقريبا او في معظم الاوات more or less هديك مثال تانا كده اقول لك ايه i travel to china three times a year more or less يعني تقريبا كده كل السنة بروح الصين تطبع مرات more or less يعني كتير اولايل تطبع مرات في السنة more or less ولا تعبيره حلو جدا ودايما استخدمه في نهاية الجملة الكلمة المركبة بعد كده اللي هي now and then على كده now and then now and then now معاناها الان then معاناها بعد كده لكن لما هما بيجوا مع بعض اللي وهم معنى مختلف جدا تعال كده ما اديك مسئلة اول i call my grandmother now and then i call my grandmother now and then معانا ايه انا بتصل على اللي هي grandmother اللي هي ايه جدتي now and then معانا ايه من وقت الاخر من وقت الاخر اديك مسال تاني i watch tv now and then يعني ايه انا بتفرج على التلفزيون من وقت الاخر مش في كل الوقت يعني انا مش يعني ايه عايشي تلفزيونات انا بتفرج عليه من وقت الاخر now and then اللي بعد كده هي on and off on and off on and off طبعا انت عارف يعني ايه on ويعني off مش محتاج حد اوعى تقول لي ايه on and off ده حاجة سهلة جدا معانا ايه on يعني شغال off مش شغال لكن ما بتجي مركبه مع بعض ده لها معنى مختلف تماما اديك مسال اولا كده because of the heat i get a headache on and off because of the hot weather i got a headache on and off معانا ايه عشان طبعا اللي هو ايه جو الحرد هوت انا ايه بيجي لصداع ايه احيانا الوقت الاخر يعني معانا ايه مش في كل وقت احيانا بيجي لصداع واحيانا ما بيجليش بروح وبيجي يعني on and off معانا ايه بروح وبيجي صداع يعني هديك مسال تاني my friend lives in Saudi Arabia and we talk on and off معانا ايه احنا ما بنكلمش عطول احنا ساعة بنكلم وساعة بنقعد له فاطرة طولة ابنا بنكلمش وبعد كاين نتكلم تاني so i talk to him on and off فاطرة بنكلم وفاطرة بنكلمش on and off on and off عندك مسال ما عندكش معاندك ش ما عندكو معاندكش طيب ازاي ستضغطنا في جملة؟ Going to university has a lot of pros and cons Going to university has a lot of pros and cons يعني مراحق الجامعة او دخول الجامعة ليه عيوب كتير جدا وليه هم ويزات كتير جدا الحاجة اللي انا اعود لك عليها ان pros and cons معني هي اعتبر فورمال جدا ودايما باستخدامها او ايه for writing ما بقوله هاش for speaking فانت ما تكي تتكلم مثلا عن ايه تقولي على سبيل المثال ايه الام اه cell phones have a lot of pros and cons يعني ايه المباريات الحديثة لها عيوب كتير جدا ومميزات كتير جدا pros and cons وكده يا طبع ووصلنا الى دخلت لعب نرده مش عايز صور عليك عشان مرخمشي والداس يبتيل عليك انا حبيت اركز على شوية بس في نهاية الفيديو ما تمشي عشان تعلم صح استخدم كل كلمة معكبة تحت في الكومنت وانا اقول لك ان هم صح واللغات اللي ما تمشي عشان ساعدنا عشان نعمل لك الفيديو جاء ان شاء الله اعمل لايك واشير مع كل اصحابك عشان الكل يستفاد وانا عشان في الزال字 заявي وانا عجز تذكر ان شاء الله بإبداعrew وانا واشير ہے أعمل shutان, وانا وعلي، اشتركوا في مشاول أن تحفق سوي